وعلى ما فيها من دول كثيرة ومن حروب متعددة ومن أمور مختلفة هي في خلق الله شيء يسير أقل من نقطة الدبوس بالنسبة للكون الذي خلقه رب العزة والجلال بما عرفت ربك وما هي الأدلة التي تثبت لك أن هناك خالقا لهذا الكون وأن لهذا الكون ربا يتولى شؤونه ويصرف أحواله فنقول بآثار أفعال الله في الكون فهناك آيات عظيمة في الكون هي علامات ودلائل وبراهين على رب العزة والجلال إذ لا يمكن أن يكون هذا الخلق فوضى بدون مدبر له ولا يمكن أن يكون هذا العالم العظيم البديع الخلق بدون خالق يتصرف فيه أوجده من عدم وإذا علمنا أن هذه الأرض التي نعيش عليها على كبرها في أعينها وعلى اتساع مساحتها وعلى ما فيها من دول كثيرة ومن حروب متعددة ومن أمور مختلفة هي في خلق الله شيء يسير أقل من نقطة الدبوس بالنسبة للكون الذي خلقه رب العزة والجلال مما تعلم به عظمة ربك جل وعلا ومن هنا فإن هذه المخلوقات العظيمة تدل على الرب سبحانه وتعالى وهكذا إذا نظر الإنسان في خلق الله له في بدنه كما قال وفي أنفسكما فلا تبصرون علم الشيء العظيم الذي قدره الله في بدن الإنسان كيف جعل لهذا الإنسان أجزاء عظيمة فيها من عظائم خلق الله ما يحار الإنسان عنده ونحن في عالمنا مع ما يقال بأنه وصل الناس إلى شيء متقدم في العلوم والاكتشافات إلا أنهم في كل يوم يكتشفون في أجزاء البدن أشياء لم يكونوا يعلمونها قبل ذلك وأشياء عجيبة عظيمة صغيرة الحجم إلا أن لها من الأثر الشيء العظيمة مما يدلك على عجز هذا الإنسان مهما سولت له نفسه بأنه وصل إلى ما وصل إليه تفخراً ورياءاً ثم ذكر شيئاً من آيات الله في الكون فهذا الليل آية عظيمة يغطي الكون بظلامه فتسكن أحوال الناس بعد أن كان مبصراً وهذا النهار يأتي بعد الليل فيصبح الناس يشاهدون طرقاتهم ويتمكنون من سلوك معايشهم ومزاولة أعمالهم ثم انظر إلى هذه الشمس العظيمة التي تشاهدها نهاراً وتغيب عنك ليلاً وهذا القمر العظيم الذي تبصر به بعض الليالي والذي يعرفك الأيام والشهور والأعوام والدهور ومن مخلوقاته سبحانه هذه السماوات العظيمة التي نشاهدها فوق روسنا مترامية الأطراف لا ندرك لها طرفاً وهكذا أيضاً ما تحتى أقدامنا من الأرض التي خلقها الله جل وعلا وهكذا من مخلوقاته سبحانه البشر على اختلاف أصنافهم وألوانهم كما قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله فهذه آيات عظيمة علينا أن نتفكر فيها وانظر لقوله تعالى ومن آياته أي من علامات ربوبيته وألوهيته هذا الليل بسواده وهذا النهار بضوئه وهذه الشمس والقمر قال ومن آياته أي العلامات الدالة عليه وعلا نفاذ حكمه وجريان أمره الليل والنهار والشمس والقمر ثم قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فإنها وإن كانت آيات عظيمة إلا أن السجود لخالقها سبحانه ولذا قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومثل هذا في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار أي إن الليل يغطي النهار ويذهب ضوءه يطلبه حثيثا أن يجري وراءه سريعا فهكذا في كل يوم نشاهد أن النهار يمضي وأن الليل يخلفه وبالعكس وهكذا قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي تجري بأمر الله جل وعلا بتسخير بديع دقيق بأمر الله الكوني ألا له الخلق والأمر فالخلق لله جل وعلا فجميع الخلق والمخلوقات له سبحانه وتعالى وهكذا الأمر الشرعي والدين لله سبحانه